موسيقى طموحات فلان علينا بقول نجاوبك بشوية مزح احنا فيه جماعة كثيرة في الجزيرة غيبت عليها النوم في حالة وفي حالة اخرى في طرح فرضيات سياسية حولي في طرح فرضيات حول مستقبلي في الحياة السياسية الى امور اخرى انا دخلت للنظام دفاعا على وطني والناظل خدمة لبلادي ومتشرف ان اناظل في خدمة البلاد برفقة الرئيس عبدالعز بودفليقة وان اكون بجنبه على جبهتين الجبهة الاولى هي الهيئة التنفيذية اللي شرفني بتنسيق حكومتها للمرة الثالثة معه والجبهة الثانية هي قيادة التجمع الوطني الديمقراطي اللي كان باستمرار منذ سنة الفين وتسعة وتسعين بجنب الرئيس حتى في وقت وين كلفتنا موقفنا مع ترشح الرئيس في العهدة الاولى كلفنا انشيقاق داخلي رحبنا ب اعلان سيادة رئيس الجمهورية على استدالة الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية في يوم 18 افريل مقبل موقف ثاني اللي طلع به المكتب الوطني هو تجديد النيداء لسيادة الرئيس مجاهد عبدالعز بوتفريقة لترشح الانتخابات شهر افريل مقبل وهذا نيداء كان موقف المجلس الوطني في جوان الفارق وكان موضوع كل اجتماعات المجالس الولائية الموسعة اللي انعقدت في ما بين سبتمبر ونوفمبر عبر كل ولاية الوطن قل لي واش تحضير التجمع الوطني للانتخابات احنا اولا الانتخابات نشوفوها ان شاء الله هذه امنيتنا تكون بترشيح المجاهد عبدالعز بوتفريقة اذا كانت حقت هذه الحال حالة انذاك سيكون نشاط للتجمع الوطني الديمقراطي مع باقي احزاب التحالف ومع كل ما يكون في فلك الحملة للمطار الشاحب العز بوتفريقة بواستطاع